اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان وجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الآمان اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عام واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظار وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمان وهب لي معاني الأخلاق واعصمني من الفاخر اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجتان إلا حططني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرين إلا أحدثتني ذلتان باطنة عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآل محمد ومتاني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحك ما غضبك علي اللهم لا تداع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبتان أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومتان في ناقصتان إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبى ومن حسد أهل البغي المودى ومن ظنة أهل الصلاح الثقى ومن عداوة الأدنين الولايات ومن عقوق ذوي الأرحام المبرى ومن خذلان الأقربين النصرى ومن حب المدارين تصحيح المقاة ومن رد الملابسين كرم العشرا ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنا اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرآن على من كايدني وقدرة على من ابطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامتان ممن توعدني ووفقني لقاة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالبير وأثيبا من حرمني بالباد وأكافئ من قطعني بالصلاة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئات اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العادل وكظم الغاير وإطفاء النائراء وضم أهل الفرقاء وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيراء وسكون الريح وطيب المخالقاء والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحيق والقول بالحق وإن عاز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي وأكمل ذلكني بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدعي ومستعمل الرأي المخترا اللهم صل على محمد وآله وجعل أوسع رزقك علي إذا كبيرت وأقوى قوتك فيها إذا نصيبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيليك ولا بالتعرضي لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهيبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعرابك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فوحش أو هجر أو شتمعير أو شهادة باطل أو اغتيع بمؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيديك وشكرا لنعمتيك واعترافا بإحسانيك وإحصاء لمنليك اللهم صل على محمد وعليه ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أظلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغينا ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفات وإلى عفوك قصات وإلى تجاوزك اشتاقت وبفضلك وثيق وليس عندي ما يوجبني مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفواك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلوك فصل على محمد وعليه وتفضل عليك اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكاه واستعملني بما هو أرضاه اللهم اسلك بي الطريقة المثلى وجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وعليه ومتعني بالاقتصاد وجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغاثتي إن كرث وعندك مما فات خلاف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغير فامن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلبي بالجداة وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله ودرأ عني بنطفك واغذني بنعمتي وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملن لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولايات وهب لي صدق الهدايا ولا تفتني بالسعاء وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كالدام كالدام ولا ترد دعائي علي ربا فإني لا أجعل لك ضدّا ولا أدعو معك ندّا اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السراف وحصن رزقي من التلاف وغفّر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق من اللهم صل على محمد وآله وكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلاب ولا أحتمل إصرة بعات المكساب اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلوب وأجرني بعزتك مما أرهب اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذي الجاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقيك وأستعطي شرار خلقيك فأبتتنا بحمد من آطاني وأبتلى بذنّ من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمانع اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغي رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلا واستعملني بطاعتك في أيام المهلا وأن يجلي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبلا وأنت مصل على أحد بعدا وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقني برحمتك عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآله الطائرين اشتركوا في القناة